وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فإن العبادة تقوم على أصلين كبيرين الأول إجلال الله تعالى وتعظيمه والثاني محبته ولهذا لو طلبنا تعريف العبادة يا أخوان ما من يعرف للعبادة ها تفضل؟ العبادة هي تسقيب وإبطياتي أو عبر الله تعالى طيب طيب هذا كلاما لكل عام لأنني كلام يعني يكون أدق شوي ها ها هي غاية الذل والخضوع والمحبة لله هناك تعريف قال أحد الأخوان الشيخ السامي تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا تعريف العام يعني بالنسبة لأنواع العبادة تعريف العبادة بالنسبة لأنواعها لكن تعريفها من حيث التعبد هي التذلل لله تعالى محبة وتعظيمة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليه ما فلك العبادة دائر ماذا راحت لقامته؟ راية حبه مع ذل عابده فجمعت العبادة هذين القطبين والأصلين الكبيرين وهما المحبة وبالمحبة يحصل فعل كل المأمورات وبالذل والتعظيم يحصل ترك ماذا يا إخوان؟ ترك جميع المحفظات ومن هنا كان تعظيم الرب سبحانه وتعالى ركلا ركيلا من عبادته فمن لم يعظم الله لم يعبد حق وتعظيم الرب سبحانه وبحمده هو إجلاله وتوكيره وعيبته سبحانه وبحمده وعلى التعظيم أتابع للعلم به سبحانه وبحمده فمن كان بالله أعرف كان لله نعم أقوى تعظيم من كان له أعرف كان له معظما بلا شك إذا ما يكون الإنسان جاهلا بالله عز وجل كفي يعظمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شيئ قنقر من مكلف مشicyلا وبحمده قالو شكرا